السلام عليكم معاكم أدهم من GameTech واليوم بوريكم كيف ترجوا إعدادات المصنع بدون تحذفوا أشياءكم على البلاستيشن 5 وهذا الشي تسوي في حال عندكم أشياء معلقة أو حيانا نصير خراب في نظام الجهاز وبعد ما تجرب كل الحلول الثانية تجي عند هذا وتسوي أعادة ضبط لكل الأشياء في الجهاز وغالبا تتخلص من المشكلة إذا كانت المشكلة في النظام وبهذا الفيديو بعد بوريكم طريقة فرمت الجهاز وتحذف كل شي فيه وطريقة عمل نسخة احتياطية للجهاز عن طريق هاردسك خارجي أو فلاش موموري ونبدأ أول شي مع النسخ الاحتياطية بحيث أنك تنسخ كل شي بالكامل ويرجع لك الجهاز مثل ما كان في حال خرب أو صار شي أول شي اشبك الهاردسك الخارجي أو الفلاش موموري ثم ندخل على الإعدادات الجهاز برمجيات النظام النسخ الاحتياطية والاستعادة بعد نضغط على اعمل نسخة احتياطية للجهاز بلاستيشن 5 يبدأ يحسب هنا الحجم والأشياء اللي بتنقلها ثم تختار وش الأشياء اللي بتاخذ لها نسخة احتياطية أنا بخلي بس الاعدادات مثل اللي هي اليوزرات وإعدادات الجهاز اللي أنا مسويها ثم بتحط التالي يعطيك الحجم واسم النسخة وتاريخ هذه النسخة تضغط على النسخ الاحتياطي الجهاز بيعمل رستارت ويبدأ ينسخ وبكذا خلصنا ودائما نخذ نسخة احتياطية سواء هنا او ترفع حفظ الألعاب حقك بشكل دوري على البلس سيشن بلس المهم لا تخلي أشيائك اللي تعبت عليها تروح نجي الآن على استعادة الاعدادات الافتراضية ندخل على الاعدادات الجهاز برمجيات النظام ثم خيارات إعادة الضبط هنا عندك اختيارين أما استعادة الاعدادات الافتراضية وإذا حطيتها كل الاعدادات بترجع لوضعها الافتراضي مثل كأنك شريت الجهاز من جديد مثل الحسابات أو اعدادات الشاشة أو الشبكة كل شيء يخص الاعدادات يرجع مثل ما كان لكن ألعابك والتخازين تبقى مثل ما هي وما تنهذف عندك الخيار الثاني إعادة الضبط وحدة التحكم هنا بيحذف كل شيء في الجهاز والحسابات بينلغي تفعيلها اللي موجودة على هذا الجهاز وبيرجع الجهاز مثل ما شريتها ما فيه ولا شيء وهذا كان الفيديو اليوم أتمنى أكون أفتتكم فيه واكتبوا لي تحت في التعليقات وش المشاكل اللي واجهتكم في جهاز بلاستيشن فايف